من تونس عبر الأقمار الصناعية معي دكتور عليّا العلاني الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور عليّا نبدأ لو سماحت بموضوع الإعدامات التي قام بها داعش في الموصل أعدم ثمانية من أفراده الأمنيين في المدينة يعني طبعا معروف عن هذه الجماعات المتشددة أنها ممكن أن تستغني عن المنضمين إليها في أي لحظة ولكن هل كان ليفعل هذا التنظيم لو لم يكن قد وصل لهذه المرحلة على الأرض ولهذه الدرجة الحساسة لهذه النقطة الحساسة خاصة أنه لا يعيش بذخا فيما يتعلق بالمنضمين إليه في المرحلة الأخيرة مساء الخير أعتقد أولا بخصوص إعدامات التنظيم في الموصل هي ذات بعدين الأول هي مؤشر على أن داعش لم يعد يثق في بعض أنصاره وفي بعض قواعده المؤشر الثاني هو أنه يخشى إفشاء ما بقي من أسرار داعش عندما يتم القبض على هذه العناصر خاصة وأن محاصرة التيارات الإرهابية في الموصل هي تكاد تكون محاصرة محكمة وبالتالي هم يخشون من أي قبض على عناصر التنظيم مما يؤدي إلى ربما الإعلان عن الأماكن التي يختبئ فيها بعض القيادات الأماكن التي توجد فيها المتفجرات والأسلحة وبالتالي هي وضعية من الاضطراب والبلبلة داخل داعش في الموصل في العراق كما أنها ستكون بالتأكيد ذات بلبلة في سوريا عندما تتقدم عملية الحل السياسي وعندما تتم محاصرة أكثر ما يمكن من الجماعات الإرهابية إذن داعش في الشرق الأوسط أن نقول اليوم دخل مرحلة لا العد التنازلي فقط بل مرحلة بداية النهاية التي بدأت منذ فترة والتي في تقديري لن تتجاوز بضعة أسابيع أو بضعة أشهر على أقصى تقدير في سنة 2017 بخصوص تواجدها في الشرق الأوسط لا أتصور أن لداعش مستقبل في هذه المنطقة ولكن ستكون ربما مرحلة دموية لأن داعش سيقتل ويحاول أن يطمس كل آثار المعلومات التي لديه والأسرار التي لديه بالانتقام من هؤلاء الذين يسمون بين ضفرين بالجهاديين وهم إرهابيون ولعل في ذلك سيكون درس أيضا للجماعات الإرهابية المقبلة وهي أنها بقدر ما تكون تعمل ومخلصة للتنظيمات الداعشية بقدر ما تصبح تلك الجماعات في خطر عندما يصبح ذلك التنظيم محل قصف متواصل من طرف الدول الكبرى نعم لن يشفع لها طيب دكتور علي أيضا نتحدث عن كما قلت في أفراد هناك خوف سربوا معلومات للقوات كما قيل فقام بإعدامهم التنظيم نتحدث عن بعدم رضا من قبل الأفراد وخوف من إفشاء أسرار كما قلت حضرتك جماعات أيضا متشددة بدأت تتمرد على التنظيم ما يحدث في الموصل كيف يؤثر في كل من بايع تنظيم ما يحدث في الموصل كما قلت هو أولا درس للجماعات الإرهابية وخاصة لفلول داعش الموجودة تقريبا في أكثر من عشرين دولة يعني يكفي أن نقول أن داعش متواجدة في عشر دول في إفريقيا بالإضافة إلى العديد من بعض الدول العربية في المشرق إذن هذه العملية عملية البيعة هي ستصبح محل تشكيك لأن الذين انضموا إلى داعش في السابق سيعرفون أن ما يسمونه أو ما سموه بالدولة الإسلامية أو بدولة الخلافة هي غير قادرة على أن تلتزم بمقتضيات ومخرجات البيعة البيعة التي أدوها في السابق هي على أساس أنهم سيعملون من أجل تقوية هذه الدولة وأن هذه الدولة ستحميهم من كل هجوم خارجي اليوم هذه الدولة دولة الخلافة المزعومة لم تقعد قادرة على أن تحمي أنصارها في أي بلد سواء كان في إفريقيا أو في الشرق الأوسط من مخرجات هذه البيعة وبالتالي ستصبح هذه البيعة مجرد وهم لدى الجماعات الإسلامية وربما الجماعات الإسلامية الجهادية المتطرفة وربما أيضا ستعطي فكرة أن ما يسمى بالبيعة لدولة الخلافة لا أساس لها على المستوى البراجماتي إذن هي غير قادرة على الإفاء بوعودها ولا أساس لها أيضا من الناحية الدينية باعتبار أن الله لا ينصر الطيارات الإرهابية إلى أين ممكن أن يصل هذا التمرد على التنظيم هل من حدود التمرد في الحقيقة بدأ منذ فترة ويمكن أن نقول أن هذا التمرد كان كبيرا في شمال إفريقيا مثلا في الفترة الأخيرة هناك عودة للقاعدة لكي تمسك بزمام الأمور وهناك إقصاء لبعض العناصر الذين انضموا إلى داعش وهناك ربما تصفيات داخلية ستحدث بين التنظيمين بالرغم من أن هناك بعض الأصوات بالنسبة إلى إفريقيا تنادي بتوحيد ما تسميه بالعائلة الإرهابية ولكن أعتقد أن داعش الآن عندما أسس جند الخلافة في إفريقيا وعندما أسس ما يسمى بتنظيم الدولة في الشرق الأوسط أعتقد أن هذه المرحلة الحالية ما بعد حرب الموصل وما بعد حرب الرقة أعتقد أن هذه المرحلة الحالية ستشهد تفتتاً أولاً في صلب تنظيم داعش سواء في شمال إفريقيا أو في الشرق الأوسط ستشهد تصفيات داخلية وستشهد وربما وهذا هو الأعم الأهم ستشهد عودة الوعي لدى بعض العناصر الذين غرروا بهم والذين تصوروا أنه بالإمكان قيام دولة عن طريق الإرهاب والدماء وهذه ربما أهم نتيجة سيخرج منها بها العالم العربي والإسلامي من مرحلة ما سمي بحرب داعش أنا أشكرك من تونس دكتور علي العلان الخبير في الجماعات المتشددة